نضم إلينا من لندن المعارض الإيراني وجدان عفراوي مساء الخير أستاذ وجدان وأهلا بك معنا في عين الخامسة بداية أستاذ وجدان هددت طهران بطرد مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ماذا يفسر ذلك؟ بداية تتفضل مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام أولا لا ننسى بأن إيران هي دائما تلتف حتى حول القوانين أو المسميات أو القوانين إيران في تصريح لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينما قال نحن لم نطرد المفتشين وأيضا نفس الأمر في البرلمان الإيراني قالوا سوف لن نطرد المفتشين لكننا سوف نمنع الحصول على زيارة إيران أو أعطاء تأشيرة لدخول إيران والنتيجة هي واحدة لكن بالنسبة إلى اتخاذ إيران لهذه الخطوات الخطرة جدا وذا ما تابعنا تصريح أيضا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل قروسي حينما قال ما يفصلنا ما بين إيران والوكالة الدولية ما هي إلا أسابيع محدودة وليس أشهر وهذا يعني به بأن إيران في حال أوقفت المفتشين الدوليين لدخول المواقع الإيرانية سيسمح لإيران بإنتاج المزيد من اليورانيوم كما أن البرلمان الإيراني أيضا حدد والحكومة الإيرانية أيضا نفذت هذه القوانين من ضمنها تقصيب اليورانيوم بنسبة 20% ولا شك أن تهديد البرلمان بأنه سوف ينفذ باقي ما أقره في البرلمان منها توقيف أو طرد المفتشين الطاقة الذرية من تفتيش المواقع الإيرانية إنشاء موقع جديد للماء الثقيل على قرار أراك وأيضا إنتاج اليورانيوم بنسبة عالية إنتاج أو وضع سلاسل كبيرة من أجهزة الطرد المركزية وأنتاج الشيء الثقيل المركزية متطورة